شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشريعة والحياة في رمضان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له هذه حال المؤمن فالخير كله في قضاء الله ومراده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإن علموا لا يوقنون فكيف نستقبل نعم الله وكيف نتجاوز المحنة والابتلاءات هذا موضوع حلقتنا اليوم وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النبولسي الداعية الإسلام اشتركوا في القناة نرحب بضيف حلقتنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النبولسي الداعية الإسلامي مرحبا بك فضيلة الشيخ لو تحدثنا عن مفهوم الابتلاءات في هذه الدنيا في ضوء قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وضوء قوله تعالى أيضا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وارضى عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام هذا سؤال دقيق جدا وخطير لأنه متعلق بسر وجودنا وغاية وجودنا هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم واللاملام التعليل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والآية الثانية إنا كنا مبتلين فعلت وجودنا في الدنيا الإبتلاء غاية وجودنا الإبتلاء منتهى وجودنا الإبتلاء هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم والبطولة ليس أن لا تبتلى بل أن تنجح في الإبتلاء لابد من الإبتلاء قدرون علة وجودنا سبب وجودنا سبب نجاحنا لذلك هذا المفهوم يفهمه العوام فهما سلبيا لا الإبتلاء مصيبة لا 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 المفهوم مفهوم حيادي قد تبتلى فتنجح سيدنا يوسف ابتلي بامرأة العزيز فنجح ونجاحه رفعه إلى أعلى عليين وقال بعضهم سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته ومن جعل الملوك عبيدا بمعصيته فالإبتلاء مفهوم حيادي يعني النجاح والرسوب والفتنة كذلك فلان فتن بهذا العمل رأاه لا يليق بإيمانه تركه فتن ونجح والآخر فتن ورسب فالإبتلاء معناه حيادي لا يعني العطاء ولا المنع لكن معناه تقييمي الحيادي الآية دقيقة جدا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم اللام لام التعليل يعني علة وجودنا الإبتلاء أيكم أحسن عمل في ملمح دقيق جدا ليس الامتحان من أجل فرزي الصالح عن الطالح الأصل كل مسببات الهدى موجودة الكون دليل والأنبياء أدلة والرسل أدلة وفعل الله دليل مليار دليل يدل على الله ما من شيء في هذه الحياة إلا ويدله على وجود إله عظيم صاحب الأسماء الحسنى والصفات العولى بيده كل شيء حياتنا بيده موتنا بيده رزقنا بيده القوة بيده الضعف بيده هو كل شيء ومع كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراها قال لا إكره في الدين أراد أن تكون العلاقة به علاقة حب لا علاقة إكراه إله خلقنا حياتنا بيده موتنا بيده الصحة بيده المرض بيده الغنى بيده الفقر بيده كل شيء بيده ومع كل كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراها قال لا إكره في الدين فنحن مخيرون وأي إنسان للحظة واحدة يتوهم أنه مسير فقد وقع في أكبر خطأ دعوي أكبر خطأ عقدي أكبر خطأ فلسفي لو أن الله عز وجل أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب لو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة إن الله أمر عباده تخيرا ونههم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا يعني إنسان افتراضا بنينا جدارين بعرض كتفيه بالضبط وقلنا له خذي اليمين أي يمين لمجرد أن هناك أمر إلهي فأنت مخير ولمجرد أن هناك نهي إلهي فأنت مخير فإذا ألغينا الاختيار ألغينا الدين ألغينا الثواب والعقاب ألغينا النجاح وعدم النجاح ألغينا كل شيء شو الدليل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة إن الله أمر عباده تخيرا وناهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا إذن العقيدة إذا صحت صح العمل وإذا فسدت فسد العمل فالإنسان مخير والآيات كثيرة جدا والأدلة كثيرة الأمر الإله يعني أنت مخير والنهي معنا أنت مخير فلذلك الشيء الدقيق الآن الابتلاء الابتلاء علة وجودنا غاية وجودنا ميزان تقييمنا والأدلة كثيرة الآن في بالقرآن قوانين أحد هذه القوانين قانون الالتفاف والانفضاض أنت أب عندك أولاد أنت معلمي عندك طالبات أنت رئيس دائري عندك موظفين النقطة الدقيقة جدا الدنيا دار ابتلاء والبطولة أن تنجح في الابتلاء ولا بد من أن تكون قدوة لمن حولك فقيل استقيموا يستقم بكم استقيموا يستقم بكم فالأب لأنه ما كذب أمام أولاده ولا فتح الشاشة على وضع لا يرضي الله عز وجل ولا كان في اختلاط لا يرضي الله استقامته دعوة بأولاده لاستقامه فالقضية سهلة جدا القدوة قبل الدعوة والإحسان قبل البيان في عنا قواعد الدعوة دقيقة جدا أما هم شيء بالموضوع استقيموا يستقم بكم الآن في أخطاء في أقوياء في ظلام في دقة دقيقة جدا يعني المثل الله عز وجل ضرب الأمثال لو فرضنا في 20-30 وحش كاسر جائع لكن هم بيدي جهة قوية حكيمة رحيمة عادلة أنا علاقتي مع الوحوش أم مع من يملكها هنا السؤال مدام هالوحوش مربوطة بأزمة محكمة مع جهة تملكها أنا علاقتي مع يملكها لا مع الوحوش لذلك الآية تقول ونعمة بالله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تتردد ولا ثانية إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دقيق وكلما تأتي كلمة لفظ الجلال على يعني الله عز وجل ألزم ذاته العلية بفعل كذا نعم إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى تولى الله هداية خلقه بذاته العلية فضيلة الشيخ الابتلاء بالمحن والشدائد مفهوم لا يشكل على الأفهام البشر لكن قد يستغلق على الأفهام البعض ولا يفهمون الحكمة من هذا أو المراد من هذا هو الابتلاء بالمنح والعطايا ابتلي إنسان بالقوة يترى ظلم استحوذ على مال كثير بلا مسائلة ظلم من دونه غفل عن الآخرة نسي الموت نسي العلام العدل طبعا الحقيقة الامتلاء بالسلبيات سهل اكتشافه بس البطولة أن تفهم الابتلاء بالإيجابيات فالغني له مهمة أدى زكاة ماله رحم من حوله أطعم الطعام للجياع قدم مساعدات للجمعيات الخيرية طبعا الإنسان قد يمتحن بالسلبيات واضحة جدا أما البطولة والذكاء والقوة والنجاح والفلاح أن تنجح حينما تبتلى بالإيجابيات أنت منصب رفيع جاءك مراجع فقير تعال غدا لماذا تعال غدا تحل قضيته بتوقيع واحد تعال غدا في فندق صار في كلفه الله حسابه دقيق جدا والله الذي لا إله إلا هو لو علم الإنسان دقة محاسبة الله له يوم القيامة لخشية أن يدوس على نملة لك فما قولك فيما فوق النملة أنا لا أصدق أنه في إنسان بالأرض لم يبتلى النبي الكريم سيد الخلق وحبيب الحق قال أذيت في الله وما أضي أحد مثلي وخفت في الله وما خاف أحد مثلي ومضى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه ابط بلال لأن النبي له خصوصية لأنه قدوة لكل الناس للأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء والأصحاء والمرضى من كل جانب بالحياة ابتلي بطرفيه الحادين قدوة للأغنياء بالعطاء والبزل وقدوة للفقراء بالصبر والرضى قدوة للأقوياء بعدم البطش والإنصاف قدوة للأغنياء للفقراء قدوة لكل أهل الأرض بل لكل المسلمين بكل صفة أو حال بطرفيها الحادين هو قدوة لذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نعم فضيلة الشيخ عند بعض الناس يختل مفهوم الرضا والقبول والفهم للابتلاءات التي تقع عليه من قبل الله عز وجل يقول الله تعالى في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعامه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كيف نصحح هذا المفهوم لدى الناس أن الابتلاء يعني ليس فقط لمن يغضب الله عليه ولكن الابتلاء أحيانا كثيرا أو في غالب الأحيان يبتلى المؤمن على قدر إيمانه ليس هذا الشيء عقابا بل ابتلاء امتحان وإكرامي إكرام الله عز وجل ليبتلي العباد بطرفي الحالات كلها ليس هذا مصيبة بل امتحان الإنسان في جامعة بلا امتحان بالأرض إذا توهم إنسان أن الجامعة بلا امتحان هو أحمق لكن الذي يعين على فهم الأمور فهما دقيقا أن يكون لك حاضنة إيمانية أن تعيش مع مؤمنين أن تقوم بعمل طيب مع مؤمنين أن تتنزه مع المؤمنين أن تكون مع المؤمنين في كل أحوالهم هاي اسمها بعلم النفس حاضنة حاضنة مقوية الإنسان وحده قد يستوحش وحده قد يجر إلى مكان لا يرضي الله مع المؤمنين حاضنة وحصن فلذلك أنا بقول إذا كنت مع جماعة مع أصدقاء واستطاعوا أن يأخذوك إلى جادتهم إلى التقصيل في الصلاة أو إلى ترك الصلاة أو إلى إيذاء الناس أو إلى التفلت أتركهم بنعومة بالغة أما إذا كنت مع أناس ازداد إيمانك بهم وازدادت معرفته الله بهم ابقى معهم هاي اسمه سلوك التجاذب والتنافر لعبة شد الحبل إن شدوك إليهم إلى معصيتهم لا سمح الله إلى تقصيرهم إلى سوء ظنهم بالله فدعهم كمان بنعومة وإذا شددتهم إليك ابقى معهم فلذلك أنا لا أعتقد أن الحركة الشاقورية ناجحة في حركة مائلة يعني أحبب حبيبك هون ما وأبغض ضغيضك هون ما اجعل الحركة مائلة لا يعني أحبب حبيبك هون ما بخط مائل صاعد صعود بطيء وابتعد عن الآخر بطريقة لطيفة دون أن تزعجه بخط مائل لذلك العلاقات الإنسانية والعلاقات الشخصية علاقات الجوار علاقات الأقارب لا مد من ضابط لها فإن أخذوك إليهم وهم ليسوا على حق إن سحب بنعومة منهم وإن أمكنك أن تأخذهم إليك إلى طاعة الله ابق معهم هذا لعبة شد الحبل طيب فضيلة الشيخ تحدثت عن الحاضنة الخارجية المقوية الممثلة في الصحاب والرفاق وما إلى ذلك لكن هناك أيضا ما تحدث عنه القرآن الكريم في سورة الحديد من مقويات في داخل المرء في إيمانه نفسه يقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل لأن برأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على مفاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم إن الإيمان بالقضاء والخدر أيضا من الأشياء التي تساعد على تلقي الابتلاءات بشقيها المحن والمنح بنفس الراضية وبقلب مطمئن نعم الحقيقة لو أنه طبيب بمستشفى مر على مريض ضغطه عالي جدا 12-20 القضاء حكم حكم أنه ضغطه غير معقول 12-20 و 18 أمر بإلغاء الملح من الطعام كليا فالقضاء حكم والقدر معالجة طبيب آخر فحص ضغط المريض 16-10 شيء خطير على مشافي الموت أمر بزيادة الملح فالقضاء حكم والقدر معالجة والنبي قال كل شيء بقضاء من الله وقدر في إسراف بالمال ابتلاء بنقص ماله في إعراض عن الزوجة ابتلاء بشقاء الزوجة كل علاج متعلق بذنب والبطولة أنه رسالة يواحد عليه زكاة ماله أذكر صديق أعرفه زكاة ماله فرضا عشرة آلاف ضغفت عليه زوجته أن يطلي البيت بدل دفع الزكاة استجاب لها وده خطأ منه بعد أن انتهى من طلاء البيت بعد شهر عمل حادث سير الفاتورة كلفته عشرة آلاف توافق الرقمين رسالة من الله في كبر في موقف حرج في إسراف في تضييق مادي دائما تأتي المعالجة من جنس الذنب هذه رسالة من الله عز وجل فالبطولة والنجاح والفلاح أن أفهم على الله هذه المصيبة المصيبة رسالة من الله عز وجل فضيلة الشيخ بعض الناس قد يذهب بعيدا في تفسير المحن والابتلاءات التي تقع على غيره فيقول أن الله غاضب على فلان ولذلك فإنه ابتلاه بكذا وكذا ولكن يحبه ما فعل به هذا ولكن القرآن الكريم يحكي عن الابتلاءات الكثيرة التي مر بها خير البشر وهم الأنبياء من أول سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي ابتلي بغواية إبليس ثم نوح الذي لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وما آمن معه إلا قليل وأضجع للذبح إسماعيل ونشر بالمنشار زكريا ويوسف الصديق سجن وهو النبي الكريم ابن الأنبياء وكذلك سيد الخلق أجمعين كما تفضلت هو أشد الناس ابتلاء والله الحقيقة الإيمان شافي للإنسان إذا فهم الإنسان سر وجوده أحد أكبر أسرار وجوده الابتلاء ممكن طالب يدخل لجامعة يقول ما فيه امتحان بيكون أحمق فيه جامعة في الأرض ما فيه امتحان الابتلاء علة وجودنا غاية وجودنا سبب وجودنا ميزان وجودنا طبعا أحد طبعا الكليات العقيدة والإمام بالله والاستقامة والعمل الصالح والصلاة بس هو العمل الصالح أخذ موقع كبير جدا نقطة دقيقة الإنسان إذا شرف على الموت ماذا يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا معنى ذلك علة وجودنا بعد الإيمان بالله واليوم الأخذ العمل الصالح لما سمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله ومتى يصلح إذا كان خالصا وصوابا خالصا ما ابتغي به وجه الله وصوابا وافق السنة يعني واحد إذ كان أرسل أبو إلى فرانسا أبو ميسور أرسله إلى باريس ينال الدكتوراه من السوربون هذا الطالب بباريس علة وجوده سبب وجوده غاية وجوده الدراسة فممكن يدخل لمطعم يأكل أو إلى مكتب يقتني مجلة أو إلى حديقة يتنزه أما سبب وجوده في هذه المدينة الكبيرة الدراسة البطولة والذكاء والنجاح والفلاح والتفوق أن أعرف بادئ ذي بدء علة وجودي في الدنيا أنا جئت إلى الدنيا كي أمتحن وسوف أقبض سمن نجاحي الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلذلك الجنة أبدية أما الدنيا محدودة الإنسان يعني بضعة أيام الله قال والعصري أقسم الله بعضهم قال لفت نظر ممكن أقسم الله بمطلق الزمن أيها الإنسان إنك خاسر لماذا يا ربي أنا خاسر؟ والعصري إن الإنسان لفي خسر لماذا يا رب أنا خاسر؟ الحقيقة أن الإنسان بضعة أيام كل من قضى يوم إن قضى بضع منه فهو زمن ولأنه زمن أقسم الله له بمطلق الزمن فقال تعالى والعصري وهو القسم جواب القسم مخيف إن الإنسان لفي خسر إلا رحمة الله في إلا ما بعد إلا أركان النجاة إلا الذين آمنوا عرفوا الله عرفوه خالقا مربيا مسيرا صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلا ذات كاملة أصل الجمال والكمال والنوال وعملوا الصالحات الآن حركتهم في الحياة كسب أموال انفاق أموال اختيار الزوجة اختيار الحرفة في حرف شريفة طاهرة في حرف تسلب من الناس حقوقهم أحيانا أو أموالهم اختار زوجته الصالحة والحرفة الشريفة ورب الأولاد تربيه عالية عملوا الصالحات بقي شيء آخر وتواصلوا بالحق في دعوة إلى الله هذه دعوة فرض عين على كل مسلم في حدود ما يعلم ومع من يعرف حضرت خطبة جمعة شرح الخطيب آية رائعة جدا انقلها إلى زوجتك إلى بناتك إلى أصهارك إلى أقربائك إلى زملائك إلى من معك في العمل هيدعوة إلى الله فرض عين كالصلاة تماما قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فكل إنسان لا يدعو على بصيرة يعني بالدليل والتعليل ليس متبعا لرسول الله أما الدعوة تحتاج إلى تفرغ إلى تعمق إلى تبحر إلى تثبت هذه فرض كفاهة إذا قام بها البعض سغطر عن الكل نعم فضيلة الشيخ تحدثت عن التواصي بالحق والدعوة وبقية الصورة تحدث عن التواصي بالصبر كيف نستلهم من قصص الأنبياء الذين ابتلوا أشد الابتلاء كما ذكرنا الزاد المعين على الصبر والرضا في مواجهة المحن والابتلاءات بربك واحد أعطى التاني شيك بمليون دولار كم قيمته مليون لا شيك بمليونين مليونين بخمس ملايين خمس ملايين أما في شيك مفتوح شيء لا يصدق شيك موقع مؤصل إلى بنك سبيل جدا مكتوب التوقيع رقم مفتوح إلك أيها المستخدم هاي معنى قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الصبر جزاؤه مزهل فأنت انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي إن الله لا يباهي الملائكة بالشاب بالتائب يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب بالتائب فلذلك الصابر معه شيك مفتوح من الله يعني بمليون بمئة مليون موقع والرقم متروك لصاحبه فلذلك البطولة بالصبر هو الذي خلق الموت والحياة يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذا الصبر الصبر مفتاح الفرج يعني في نطة دقيقة إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم هذا الضعيف أطعمته إن كان جائعا كسوته إن كان عاريا آويته إن كان مشردا علشته إن كان مريضا أغنيته إن كان فقيرا نصرته إن كان مظلوما شيء جميل الرد الإلهي مذهل يتفضل الله عليك بأنه يرزقك وينصرك على أعدائك هذا طريق النصر أن نهتم بضعفائنا بالمشردين بالفقراء إذا اهتممنا بضعفائنا انتصرنا على أعدائنا لذلك قالوا الحرب بين حقين لا تكون مستحيل الحق لا يتعدد الحق لا يتعدد بين نقطين بمرخط مستقيم واحد لا يمكن أن يمرخطان مستقيما وبين حق وباطل لا تطول الله مع الحق وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك وبين باطلين لا تنتهي فالبطول أن تكون مع الحق والحق هو الله والحق وحي السماء الحق القرآن الكريم ما صحة من السنة النبوية الحق العلماء الربانيون الحق منابع الإيمان والباطل منابع الكفران الحق أن تكون مع الحق لا مع الباطل الحق يحتاج إلى رؤية فلذلك الرؤية دقيقة جدا للإنسان المؤمن معه غير العين حفوان لأننا نحن بغرفة مظلمة في الليل والنوافذ مغلقة تماما ما قيمة العين لا قيمة لها إطلاقا إلا بضوء في الغرفة يتوسط بينك وبين المرء بالضبط هذا المثل يسحب على العقل والعقل كالعين أعقد جهاز بالكون أعقد ألي بالكون شبهوا بناطح السحاب بأمريكا الصمامات داخل والخارج لتقوم مقام العقل بس هذا العقل كما أنك لا قيمة لعينيك الدقيقتين في الرؤية في غرف ما فيها نور والعقل يحتاج إلى نور إلهي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نور أن تنمشون به فالعين تحتاج إلى نور مادي والعقل يحتاج إلى نور إلهي فضيلة الشيخ أيضا ونحن في شهر رمضان كيف نقوي أجهزة الصبر لدينا وهو الشهر الموصوف بأنه شهر الصبر يعني هو الحقيقة نحن أمر أن نعبد الله عبادة تامة على مدار العام بضبط الدخل والإنفاق واختيار الزوجة الصالحة وتربية الأولاد واختيار حرفة راقية والمعاملة وفق منهج الله كلام طويل بس الله عز وجل جعل للعبادة حالي استثنائية يعني دورة مكففة أنت بهذا الشهر تبتعد عن الطعام والشراب المباح تبتعد عن ما أحل لك من زوجتك تبتعد في هذا الشهر والشهر قد يطول بأيام الصيف فأنت تركت الطعام والشراب فلذلك البطولة في هذا الشهر وكلامي دقيق إما أن لا سمح الله ولا قدر يغدو عند بعض الناس شهر ولائم وشهر مسلسلات هذا الشهر فرغ من مضمونه ألغيت فضيلته شهر التقوى شهر الصلاح شهر رأب الصدع شهر سلسل الأرحام إنفاق الزكاة تفقد المساكين شهر الصلاة ترويح ثمانية ركعات بين يدي الله عز وجل شهر تلوة القرآن شهر الإحسان شهر أداء الزكاة هذا شهر متميز عبادي خاصة جدا هذا الشهر بمتد أسر الإيجابي إلى مدى العام انتهى رمضان أكلنا الطعام والشراب لا تفثر إلا أفواهنا فقط أما أنت برمضان ما اغتبت والغيبة تركتها بعد رمضان ما أكلت مال حرام برمضان وترك المال الحرام تابعته بعد رمضان إذا لم تطبق إيجابيات رمضان بعد رمضان والله الذي لا إله إلا هو ولا أبالغ كأننا ما صننا رمضان طبعا الشوقي قال شعر قال ما فعلته والله أقسم بالله رمضان ولهاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي عدنا بعد رمضان إلى ما كنا كبر رمضان لذلك النصر معطل في الأرض للمسلمين معطل دين دين فولوكلوري دين مظاهر دين ولائم دين صلات بس مو دين تطبيق منهج تفصيلي هذا المنهج التفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية هذا المنهج أنت مؤمن ما في حال وسط يعني أنت عندك بيت في جميع الأجهزة الكهربائية من أعلى مستوى بس ما في كهربائي لا قيمة لكل هذه الأجهزة قطع بلاستيكية لا جدوى بناء وهو سؤال الدقيق الآن قطع التيار ميلي واحد أو متر بالبعضة مؤدة المعصية حجاب عن الله إنسان يحجب بجريمة أو بفاحشة إنسان يحجب بعدم يغضي بصره بعدم ضبط شاشة البيت بعدم تربية أولاده المسلم خذ لأ أنت شارع إسلامي ميت بيت ما في بيت في زيناء ولا في بيت في قمر ولا في قمار بس في كلها معاصي صغيرة فلذلك الصغيرة راكب سيارتك والطريق عرضه ستين متر حرفت البقود سانتي واحد هذا الطريق عرضه ستين متر على يمين وادي سحيق وعلى يسار وادي سحيق أنت المقود حرفته سانتي واحد لو ثبتته إلى الوادي الحديث لا صغيرة مع الإصرار أما لو حرفته تسعين درجة وانتبهت أعدته ولا كبيرة مع الاستغفار نحن مشكتنا بالصغائر التي ثبتنا عليها ونحن في شهر رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن من لدن رب كريم على عباده المؤمنين كيف نستلهم من آيات القرآن وآيات الذكر الحكيم والقصص النبوي الكثير الموجود في القرآن الكريم أقصد قصص الأنبياء وما تعرض له من محن وابتلاءات كيف نستلهم ما يعيننا على مواجهة مصاعب الحياة بسم الله الرحمن الرحيم النقطة الدقيقة أن القصة حقيقة مع البرهان عليها فيها شخصيات فيها بيئة مكانية بيئة زمانية فيها حوار فيها بداية فيها عقدة فيها نهاية الفن القصص الأول هو الفن حينما يحملك على عمل ينقلك من فهم إلى تطبيق من خوف إلى أمن فالقصة أول فن تستطيع هذه القصة أن تفكك السلبيات التي يؤمن بها الإنسان فالقصة حقيقة مع البرهان عليها فيها حوار فيها شخصيات فيها بيئة فيها مكان فيها زمان فيها مغزة فيها بداية فيها عقدة فيها نهاية فيها حبكة و الله عز وجل قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب و ما كان حيثاً يفترى فالقصة ليست البطولة أن نتابعها بشغف أن نكشف مغزاها كشف المغزة هو الهدف من هذه القصة فإذا إنسان قرأ قصة و ما كشف الهدف منها كأنه ما قراءها ما قراءها فلذلك القصة أسلوب أدبي رائع خطير له إسهامات إيجابية وسلبية بأن واحد فالغرب اعتماد القصة أي الأفلام أي المسرحيات والمؤمنون يجب أن يعتمدوا القصة لبناء القيام والمبادئ في الإنسان فالقصة حقيقة مع البرهاني عليها و الله قال لقد كان في قصصهم عبرة يقول للأرباب مثلا لو ألقيت على شاب عشر محاضرات بعدم السرعة أن يرى حادث سير مروع ثلاث جسس سيارة محطمة هي أبلغ من عشر محاضرات فالقصة واقع قصة بيئة القصة حوار القصة تفاعل بين شخصيات القصة واقعية فالقصة هي الفن الأول في إيجابياتها وسلبياتها في وقت واحد فضيلة الشيخ والقرآن اعتمد القصة نعم فضيلة الشيخ لعل أبرز القصص الموجود في القرآن السورة التي نزلت كلها من عند الله عز وجل تتحدث عن قصة نبي واحد منذ مولده وغيرة إخوته عليه ثم ما تقلبت به الحياة من محن وشدائل ثم ما منح من عند الله عز وجل من نعم وعطايا حتى صار على مسؤولا كبيرا في مصر سواء كان العزيز أو سواء كان الملك ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا إلى آخر هذه القصة العظيمة في سورة يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ملقص هذه القصة سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته ومن جعل الملوك عبيدا بمعصيته قصة طويلة القصة الطويلة الأولى في القرآن الكريم الإنسان يتعلق بالقصة في تفاصيل في حوار في شخصيات متباينة في بيئة مكانية بيئة زمانية في هدف في عقدة في حبكة قصة فن كبير جدا ونبقول الآباء والمعلمون والدعاة إلى الله إذا اعتمدوا القصة لها تأثير مقطع النظير يعني مثلا ممكن تتحدث بالدين عشر ساعات أأتي بقصة صحابي جليل عمل عمل بطولي ربح الدنيا والآخرة هي أبلغ فأقول أتمنى من الآباء والمعلمين والدعاة اعتماد القصة كمنهج أو كأداة فعالة لدفع الناس إلى شيء معين أو لإبعادهم عن شيء معين هذه القصة يعتمدها الأب والأم والمعلم والمدرس والأستاذ الجامعي وأي منصب قيادة نعم فضيلة الشيخ هذه القصة دقيقة جدا نعم فضيلة الشيخ كما أن آيات الله العظيمة الواضحة البينة وقعت على نفوس بعض الناس من الأبرار فزادتهم إيمانا ووقعت على أسماع بعض المجرمين فزادتهم رجسا إلى رجسهم فالمحن والابتلاءات أيضا يتفاوت الناس في استقبالها يعني الله عز وجل يبتلي عباده بالمصائب كي يطهرهم من الذنوب والمعايب وما زلنا في الجائحة التي ألمت بالبشرية منذ أكثر من عام حتى اللحظة الرهنة بعض الناس فقد أسباب رزقه وبعض الناس تعايش مع هذه المحنة وقع هذه المحنة على بعض الناس كان عظيما جدا أعادهم إلى جدة الصواب وأعادهم إلى خالقهم وتضرعوا ليكشف عنه ماذي الغمى والبعض الآخر زادتهم غفلة على غفلتهم وغيا على غيهم كيف يتفاوت الناس في استقبال مثل هذه الأمور المتشابهة وهم جميعا خلق الله أخي الكريم دولة عظمة إلى جوارها دولة تناوئها ماذا تفعل؟ ترسل أسطولة البحري طيرانة الصواريخ هذا العمل رسالة من هذه الدولة العظمة إلى الدولة التي تناوئها واضحة أنا والله فهمت هذا الوباء رسالة من الله بعد أن غرق الناس في وحل الأرض في المصالح في الشهوات القوى الظالمة الشعوب المقهورة بعد أن غرق الناس في وحل الأرض الله عز وجل أرسل هذا الوباء للفت نظرهم إلى وحي السماء يعني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم صلاة لذكري الشيء الدقيق أن هذا الوباء وصل إلى الرؤوس في أوروبا إلى الرؤوس أكبر حامل طائرات في العالم يخاطب قائدها رئيسه في العاصمة أنقذنا نموت واحدا بعد الآخر ما هذا الفيروس والله إن لم ترى هذا الفيروس جندا من جنود الله لو أن الله أسلمنا إلى غيره لا يستحق أن نعبده قال إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فإذا رأيت الله بيده كل شيء خالق السماوات والأرض رب العالمين المسير لو أسلمك إلى غيره إلى فيروس لا يستحق أن تعبده قال لك إليه يرجع الأمر قال للجنس شو معنا قال للجنس عنا قال للعهد و قال للتعريف هي قال للجنس يعني أي أمر من آدم ليوم القيامة بالخمس قارات يرجع إلى الله عز وجل فلو أسلمك إلى غيره لا يستحق أن تعبده قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه و ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد العلماء قالوا نهاية العلم التوحيد و نهاية العمل العبادة والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا إيماننا آمين و يحفظ لنا عبادتنا و علاقاتنا و أن نكون أناسا صالحين و أناسا منتجين نقدم للناس أجمل ما عندنا و نتعامل مع الآخرين بتواضع و بتعاون و التعاون حضارة الله عز وجل قال و تعاونوا على البر و التقوى و مع الأسف الشديد الطرف الآخر يتعاونون تعاون مضعل و بينهم خمسة بالمئة قواسي مشتركة و مع الأسف الشديد المسلمون أحيانا لا يتعاونون و بينهم خمسة و تسعين بالمئة قواسي مشتركة نعم فضيلة الشيخ ختاما كيف نجعل من رمضان منطلقا جديدا و بداية جديدة للمؤمن على مبنية على فهم و تدبر و رضا بقضاء الله نقلة نوعية في الفهم و الحركة و السلوك و العبادة نقلة نوعية في العلاقة بالآخرين نقلة نوعية في اختصاص الإنسان في حرفته يعني هو عنده معمل و في مادة حافظة مسموحة ثلاثة بالألف و موضعها ثلاثة بالمئة سبب سرطانات الدين يبدأ من فراش الزوجية و ينتهي بالعلاقات الدولية إليه علاقة بحرفتك بمعملك بالمواد الحافظة بطريقة البيع طبعا يعني مواد غذائية منتهية المفعول ساوي طريقة يغيروا تاريخ نهاية الصلاحية هذا غش كبير جدا و الشيء و الشيء بلفت النظر ده بيقال من غشنا فليس منا أقصى أقصى تحذير وتنديد ليس منا في آية أبلغ من ذلك من غش فليس منا لو غششت مجوسيا تنطبق عليك الآية هذا الدين دين وحي السماء نحن كلنا عباده دين السعادة دين التألق دين السرور دين الرحمة دين الإنصاف دين العدل إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا و إنك لعلى خلق عظيم لأ الله عز وجل منح النبي مئات الخصائص التي لا أقول تميز بها انفرد بها ولكن حينما أسنى عليه قال له و إنك لعلى خلق عظيم لم يقل له و إنك ذو خلق إنك لعلى خلق ما في تردد أبدا فالحقيقة بيقول ابن القيم الجوزية الإيمان بتعريفه الجامع المانع هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان هذا الدين دين أخلاق دين إنصاف دين رحمة دين عدل دين رؤية بعيدة لذلك المسلمون قد يخطئون لا في الميزان بل في الوزن الخطأ في الوزن لا يتكرر أما في الميزان لا يصحح فالبطولة والذكاء والتفوق يكون خطأنا لا بالميزان بالوزن نعم والميزان خطأ بالميزان لا يصحح بالوزن لا يتكرر أرجو الله يحفظ لكم إيمانكم جميعا أول دعوة وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم والساسة أهم واحدة واستقرار البلاد التي أنتم فيها هذه نعمة لا تعرف إلا إذا فقدت والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين والحمد لله رب العالمين الفاتحة